هنا حيث غرقت أحلام البشر بعد أن تهدمت عدة مبان في قرية تلو الغربية محافظة إدلب عقب الزلزال المدمر الذي ضربها في السادس من شباط من العام الجاري وتسبب بكارثة حقيقية في المنطقة ما أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين ما إن أدرك سكان القرية ما خلف الزلزال من دمار حتى جاءتهم كارثة أخرى وهي انهيار الساتر الترابي المنشأ منذ عشرات السنين بهدف حماية القرية من فيضان نهر العاصي فاض النهر وجرت مياهه بعكس ما يتمنى سكان القرية حتى غمر أكثر من ثلثيها بالمياه متسببا بنزوح أهلها باتجاه الأراضي الزراعية والأماكن المرتفعة خوفا من العواقب المترتبة على هذه الكوارث طبعا هلا باعتبار صار ضغط المي زيادة كتير وزادت المياه باعتبار النظام فتحة السدود كلها خوفا على سدوده صار ارتفاع بالمي وصار فيه شقوق صغيرة طبعا ما بتهدها المي بتروح تعالجها الشدود ويجع سدود المكان قطعا بإذن الله انحسرت المياه التي غامرت القرية بعد مضي قرابة عشرة أيام عن الفيضان وبدأت الآليات بالعمل على إنشاء ساتر جديد يحمي القرية وأهلها من فيضان مماثل فالضرر الذي أحدثته الكوارث الطبيعية في هذا المكان تسبب بخسارات فادحة على مستوى الأبنية السكنية والمحاصيل الزراعية أضرار الزلزال المدمر تخطت ساتر قرية تلول ووصلت إلى سطح سد بحيرة ميدانك في ريف حلب حيث التشققات الطولانية والضرر المحدود ورغم محدودية هذا الضرر فإنه أثار مخاوف السكان ظهرت التشققات على سطح سد ميدانك في مدينة عفرين عقب الزلزال المدمر لتتوجه إثرها لجنة من المهندسين المختصين لمعينة الضرر والتي أكدت أن السد سليم من العمق والجدران خالية من التسرب كما اتخذت اللجنة بعض الخطوات العملية لقياس عرض الشقوق ومراقبة توسوعها وتأثرها بالهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة بعد وقوع الزلزال سد حاليا مراقب بالأجهزة المساحية بأخذ نقاط طيبغرافية بشكل يومي ومراقبة منسوب الزيادة في البحيرة يعني عندنا المنسوب هلأ نحن بموسم تخزين للمياه تقريبا عبتزيد كل يوم بال24 ساعة في سنطي سنطي ونص منسوب البحيرة وضع الإسفلت المثاب على الشقوق الموجودة في سطح السد كخطوة أولى تمهيدا لعملية صيانة شاملة ستبدأ مع بداية موسم ري المحاصيل الزراعية حيث ستفتح قنوات الري ويخفض منسوب مياه السد وتأتي هذه الخطوات جميعها تحسبا لأي زلزال قد يحصل مستقبلا ولتجنيب المناطق القريبة من السد خطر انهياره بفعل الزلازل والهزات الارتدادية همامزين تلفزيون سوريا الشمال السوري